شهد محيط منطقة سور مجرى العيون والممتد من ميدان فم الخليج على كورنيش النيل حتى ميدان السيدة عائشة العديد من أعمال التطوير وإنشاء شبقة طرق جديدة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بإطابة لتطوير هذه المنطقة والنهوض بها كغيرها من المناطق الأخرى الموجودة في القاهرة التاريخية في إطار خطة شاملة للتعامل مع هذه المناطق وتغيير وجه الحياة فيها بشكل عام خلنا نشوف أيضا تفاصيل في هذا التقرير عن عمليات التطوير 75% هي نسبة الإنجاز الذي تحقق في مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون والتي أصبحت بفضل جهود الدولة واحدة من الأماكن التي أعادت لمصر وجهها الحضاري لا يخفى على أحد المنطقة كانت عاملة زي قبل كده فطبعا كان في إرادة قوية وإرادة لا تلين أنها ترجع الرونك والطابع التاريخي بتاع المنطقة من جديد وتعيد النسيج العمراني للمنطقة بما يتواكب مع التاريخ بتاعها فطبعا حضارك بتعمل تطوير للمنطقة أنه يزيد الكيمة التاريخية بتاعتها ويزيد الكيمة السياحية بتاع المنطقة أكثر من 70 عمارة على التراز الإسلامي هكذا حرصت الدولة أن يكون التصميم محاكي لتاريخ المنطقة وتراثها 1924 شقة واحدة سكنية و18 واحدة تجارية وفيه تحت المول التجاري ينقسم لبدروم وأرضي وأول وتاني شقة 150 متر بتتكون من 3 غرف وصالة تمام و3 حمامات حمام كيوف وحمام مصدر وفيه دريسينجون تمام؟ إحنا من بداية التنفيذ راعينا معايير الجودة أسماء التشتيب لأعمال زي أعمال السراميك أعمال زي أعمال الدهانات أعمال زي أعمال الكهرباء وتشتيب الكهرباء أعمال زي الصحي الحاجة تليق باسم مصر وتليق باسم المطر المصري وزي أقوله كده بنسلم على المفتاح تشمل أعمال التطوير العديدة من المحاور المختلفة كإنشاء منطقة مسارح وسينما وفنادق فضلا عن المساحات الخضراء لتكون أشبه بالمجتمعات العمرانية الجديدة بعمل السلم دوت تسلم الأنترلوك وتسلم الممر بتاع العماير السلم دوت هيبدأ من أول تحت نقوة من أول الثلاث درجات بيطلع على ثلاث بوسط البسطة الأولانية بيبقى أخذ منها الشرب بتاعها بيسلم البسطة التانية والبسطة التالت بحيث إنه هو يدين المستوىات بتاعت مظبوطة ركب بازلت اللي هو يعني إيه الحادة اللي طلع جديد حادة قويسها يعني بتدي منظر للقري يعني بنبدأ بنشغل من الساعة تسعة كده بنشطة بالساعة خمسة والحمد لله أنه مبسطين وكل حادة وفي مارس 2021 بدأت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أعمالها كجزء من مشروع متكامل لتطوير المنطقة من منطقة عشوائية إلى منطقة جذب سياحية هكذا تحولت منطقة تسور مجرى العيون بعد أعمال التطوير محتفظة بكيانها التاريخية لتكون وجهة مصر الحضارية محمد الخطيب النيل